السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله نبدأ مع بعض النهاردة في حل بتاع اولى السنوي. اه الترم الاول اه هنحل اول في كتاب المعاصر. اه واتمنى اللي يعجبه الفيديو يشيره ويعمل اعجاب ويكتب اه كومنتاته ويعمل اه سبسكرايب للقناة اشتراك في القناة. اه اه واتمنى التوفيق للجميع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول لي اه بيقول لي الجراف ده الشكل المخطط اللي قدامنا ده بيمثل الانرجي اللي متخزنا في في خليتين. تمام? الخلية الاولى فيها جلوكوز اه هو تمام هو رسم لنا جلوكوز الريد والتانية فيها جلوكوز. بيقول لي بقى اول واحد اه الجراف ايه اللي هو السيل ايه بيمثل خلية كبدية والجراف بي بيمثل خلية نباتية. الكلام ده مش صحيح طبعا لان الجراف ايه فيه استارش. استارش طالما استارش يبقى ما ينفعش يبقى ليفر سيل. تعالى للتاني بقول لي الجراف ايه يعني خلية عضلية. الايه قلنا في استارش يبقى ما ينفعش حيوانية. يبقى ما ينفعش اه الا بس. تعالى لسي جراف ايه بيمثل برضو ما ينفعش. دي جراف ايه بيمثل كده تمام. نشوف بقى الجراف بي بتاعت دي. فيها جلايكوجين وفيها جلوكوز تمام. يبقى كده دي ماصل هر سيل اللي هي دي. وبلانت سيل اللي هي دي كده الاجابة دي. تعالى السؤال اللي بعد كده بيقول لي. ايه اللي نقدر نشوفه من الكرسكوب الضوئي? ايه لان الفيروس والنيوكولير بوريس والانترنل دول ما يتشافوش الالكترونيك مايكروسكوب. تعالى للسؤال اللي بعد كده بيقول لي. اه بلازما ممبرين شبه الايه? النيوكولير ممبرين. ليه? متشابهين في ايه? فان الاتنين تمام? ولا الاتنين بيتميزوا بسليكتف برمياباتي? ولا الاتنين بيتميزوا بان هما فيهم ممرات? ولا الاتنين بيفصلوا بين الخلايا محتويات السيل والمحيط بيها? اول حاجة الاتنين بيتميزوا بين هي الصحة. تمام? ايه? لان الاتنين بيتميزوا بسليكتف برمياباتي. الكلام ده مش صحيح. لان الاتنين بيتميزوا بسليكتف برمياباتي بس. لما النيوكولير ممبرين تعالى ليه? الاخيرة ان هو بيفصل بين محتويات الخلية والبيئة الخارجية. ده البلاز ممبرين بس لان النيوكولير ممبرين جوه ايه? الخلية جوه الصيل. تعالى السؤال الربع بيقول لي الشكل المقابل اللي هو عليه او على على تعالى نشوف في بداية الكيرف عادي ايه كل ما زادت كل ما زادت لحد ما بتوصل نقطة معينة اي زيادة في التمبريتشر بعدها بيبدأ الاكتيفتي تنزل تاني. تمام? تعالى بقى بيقول لي ايه? اه اه بيمثل الافكت بتاع التمبريتشر on the activity of enzyme. what happened for this enzyme at point x? اللي بيحصل للانزيم ده عنده النقطة اكس هو ان الاختيار الاول ان الانزيم بتغير طبيعته ونشاطه بيقف. تعالى السؤال اللي بعد كده بيقول لي اه 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 اله اه مين الجملة اللي مبتتفقش مع النظرية الخلوية السلسهوري الجملة الاخيرة اللي هو مور ادفانسد مور ادفانسد الاخيرة دي بيقول لي ايه? ان الخلايا الراقية الحيوانات الراقية تمام? الكائنات الراقية نشأت من كائنات غير راقية قبلها دي طبعا مش في دي في نظرية داروين. تمام? اللي هو زي ما بيقول هو كده على سبيل النقطة ان الانسان كان اصله طبعا دي مش تبع السلسيري. تعالى للسؤال السادس. اربع محتويات من المحتويات الغذاء. تمام? بروتين وشجر وستارش. بروتين يبقى انا عايز تيست الديني بوزتيف. شجر بنيدكت تيست الديني بوزتيف. ستارش عايز بنيدكت عايز اليود تيست الديني بوزتيف. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى البي لان اورنج مع بنيدكت يبقى بوزتيف للجلوكوز. وبلو مع الايودين يبقى بوزتيف للستارش. وفيولوت مع بيوريتس الديني بوزتيف للبروتين. يبقى هي الاجابة بي. تعالي السؤال اللي بعد كده بيقول لي. if you know the fibers of flux. flux اللي هو الكتان. النوع من الاقمشة يعني. are characterized by their ability to pair the tensile. يعني يعني هتحمل تنسيل الشد. يشد كده معك. يتحمل الشد مع 13. from which following tissues do they consist of. مين اتكون من ايه بقى? اتكون من الفلاكس ده اللي هو الكتان عشان يتحمل الشد. اول حاجة البارينكايمة. البارينكايمة ما تنفعش للسابورت لان هي بتاع بتخزن غزة. وفيها بعض البلاستيدز. الزايلام تيشو ده ترانسبورت ووتر. الزايلام بين ال ايه الووتر. مالوش وصفة كده. تمام? بين الفوت. اما السي هي الاختيار بتاعنا. اللي هي اللي سكيلرينكايمة تيشو لانه بيعمل سابورت ومتكون من السليلوز والليجنين. طب ما الزايلام ممكن يعمل سابورت برضو. لا بس الزايلام ما فيوش سليلوز فيه لجنين. وانت عارف ان طبعا الفلاكس او الاقمشة او الفايبرس اساسي فيها السليلوز. تمام? يبقى الشغل بتاعنا السي هي الاختيار السكيلرينكايمة تيشو. تمام? طيب تعالها لل اه ما ننساش ان الزايلام فيه لجنين بس ما فيوش سليلوز. تعالها للسؤال رقم تمانية. من العضاي او اللي بيبطبر انشط واحد خلال الاكسرسايز. الاكسرسايز يعني التدريبات الرياضية. تمام? يبقى نقول الاندبلازمي كريتيكولا مش شبكة الاندبلازمية? لا. اللايسيسوم ده بيستخدموه في المناعة. او الاندبلازمي كريتيكولا في النقل والسينسيز. تمام? اما الرايبوسومز دي بتاع بروتين سينسيز بستنع بروتينات. طب الميتو كوندريا? اوه هي دي اللي بتنتج لالاتي بي انرجي تمام? طيب. تعالى ليه السؤال اللي بعد كده رقم تسعة. ازاي لامتشوا ايه? ازاي لام بيغلص باي? اه قلناها لسه. ساعدت قلت لكم انها ما فهاش فيها لجنين بس. لجنين بس. تمام? لجنين الله. طيب تعالى ليه السؤال اللي بعد كده بيقول لي اللي هو الانوسا. استيرايز دي نوع من اللي بيدات الدليفاتيف. النوع من اللي بيد دي ا robot. او بظلا Islands entrado المشتق. او اه بتكون من الميتو كوند gymnastics. لأ ما كوند تماؤل اتبير. ارف اندبلازميнес اكرت كيلم لmetros لدي بتطلع بروتين. ب Woodwindabeth berrکراتية. طيب اللي تعالى السموس اندبلازمي رتكام مععلهاش İLEA rgosomز. واحنا فاكرين ان احنا أقسمنا الاندبلازمى كريتيكلم لنوعين. النوع عليه البروسوم وده بيعمل بروتينender. ونوع معلاج ريبوسوم. وبيعمد. يبقى الاختيار بتاعنا لانه بتطلع بتعمل الليبس. وبتلقاها دايما دي في الخلايا اللي هي بتطلع بتنتج الاستروجين. تمام? طيب تعالي السؤال اللي بعد كده بيقول لي. يعني ينصح. تمام? نقلل النشويات. تمام? عشان نقلل ايه? في علاج ايه? في علاج ايه? في علاج الاوباسيتي. اوباسيتي تريتمنت علاج الاوباسيتي اللي هي التخمة او السمنة. الناس التخين. بننصحهم انهم ما يقللوا منين النشويات اللي هرزوا البطاطس. الايش. السكر كده. ليه? لان الكارب واي اقول لان الكارب واي اقول بكوز كاربايدريد is digested to glucose. والغلوكوز because they increase the glucose in blood. الجلوكوز ازائت في الدم. stored in the form of glycogen. بيتخزن عليه glycogen in liver and stored in muscles and lipids. ويتخزن على صورة under the skin. تحت الجلد. ويؤدي الى التخمة. طيب تعالي السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايه? الكروماتيدز هي اللي هو ايه? الكروموسوم على شكل حرف اكس كده. كل واحد منهم كل الناحية منهم بيسمع كروماتيد وبيتصلوا ببعض في النص عن طريق الايه? يبقى كروموسوم. يبقى الكروموسوم بيتكونت من كروماتيد? consist of two كروماتيدز connected to gezer by centrumere and appeared during the metafase in the cell division. اوه الحاجات دي ما بتظهرش اللي بقى اللي اثناء الديفيجن. اما الكروماتين هو الشبكة الكروماتينية. الكروماتين ريتيكيلا موجودة في السل ومغطية كده النيوكليوس. قبل ما يبقى فيه في حالة العادية اللي ما فهاش سل ديفيجن بيبقى الدينة على شكل كروماتين شبكة كروماتينية. كروماتين او مش متقسم على اية كروماتيدز او كروموسوم. كروماتين ملفوفة. اه بعد كده الكروماتين ده اثناء بقى السل ديفيجن بيتحول لرود لايك بيسموها كروموسومز. خلاص? طيب تعالى لل اه 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 مين العناصر اللي موجودة في البروتين ومش موجودة في الكربوهايدريت? عندي الكربوهايدريت هي عبارة عن سي و اتش و او تمام? البروتينز عبارة عن سي و اتش و او بالاضافة الى ممكن بالاساس فيها اللي هو في اللي المتكونه البروتينز. وعندي الفوسفورس تمام? في بعض تمام? وعندي برضو موجود في بعض اللي بتكون البروتين. تمام? يبقى النائل فوسفورس هو تمام? وبعض وحاجات تانية برضو الايرون اللي موجود في الهيموجلوبين. تمام? خلاص يبقى عندي galera. الفوسفورس. الايرون الحديد. تمام? ايه بروتين but not found in carbohydrates. تمام? give reason why it is not prefer to add stains to specimens of living organisms with their examining under the light microscope. ليه? لان بيقول ليه لا يفضل اضافة الاصباغ الى العينات الكائنات الحية عند فحصوها بالميكروسكوب الضائي. لان لان الصباغات بتسبب تمام? تعالى للسؤال ده. انا عندي هنا نيوكلياس هو وده نيوكليار ممبرين وده السقوب وده النوية وعندي هنا الشبكة الاندو بلازمية وبشكلها كده ايه اسموس وعندي الحاجات اللي جوة دي هي ايه خيوط الكروماتين. تمام? طب شوف مش على شكل الكروماسومات هاي. زي ما قلنا قبل كده. طيب. تعالى بيقول لي write the name under and the number of structure that is not found in the structure of the نيوكليولوس. مين اللي اه الشكل اللي مش مش من ضمن النيوكلياس? مين الشكل اللي هنا مش من ضمن النيوكلياس? واحد طبعا اللي هو ايه? الاندو بلازمي كرتيكلا مش تبع النيوكلياس. تمام? اه طيب. what is the relation between the number of structure number three and the building enzyme? structure number three نيوكليولوس. اي بيقول لك ايه علاقة النيوكليولوس النوية دي ببناء البنزيم. الانزيم هي بروتين. تمام? طيب. النيوكليولوس رقم تلاتة دي هي اه كل ما زاد النمبر بتاع اه بتاع النيوكليولوس. بتزيد اه في مبقى انجلاندر سيلس. for example بنكرياس and liver. اه. ليه? لان النيوكليولوس زياد بتساعد في الايه? البناء الانزيمز. تمام? فموجودة اكتر تمام? في في الخلايا الغدية. تمام? وبكده يبقى كل ما زاد النمبر بتاعها كل ما زاد افراز الانزيم. لزلك كل الغدد اللي بتفرز انزيمز بيبقى النيوكليولوس بتاعتها اكتر. بيبقى في واحدة واثنين. تمام? خلاص? طيب. تعال نشوف اه اه الشكل ده. عادي تمام? وعند تمام? بيقول لي ايه? الابزيجراف بيليشن علاقة ما بين different enzymes e and b and b h. تمام? ادي ال b h. اصيدك والالكالين وهنا ال اكتيفتي. بيقول لكم كلوزة b h value at which two enzymes e and b are most active. تمام? هنقول له ال a وال b. اه 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 ات ويتش زيادة two enzymes are most active. هنقول له ال b وال b. اهو. بيبقى الاتنين مع بعض. اكتف. الحالة اللي اتنين مع بعض يبقى اكتف فيها عند ال b h ايه? خمسة. طيب. ايه بقى? بيبقى مستاكتف لوحده امتى? عند b h? تلاتة. تمام? اهو. طيب ال b بيبقى مستاكتف عند b h? تمانية. خلاص? طيب. تعال السؤال اللي بعد كده بيقول لي الكلمة الشازة. اه اه ايه الكلمة الشازة في دول? عند والتراكيز والبارنكايمة دول عبارة عن تركيب الزايلام الخشب. والتراكيز والبارنكايمة دول الايه الزايلام اللي هو الخشب. اما دي تعتبر من ضمن اللي هو اللوحاء اللي بين ايه الفود من اه الورقة لجميع اجزاء النبات. وبكده نكون اه خلصنا المودل اجزام نمبر وان. واتمنى التوفيق للجميع. وما تبخلوش علينا باراقكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.